بل أنهم أطاحوا بمجموعة كبيرة من الرؤوس الشرطة ما يسمى بالرئيس تبون يجري حركة في سلك المداراء المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني يتعلق الأمر بتعيين كل من مراقب عام للشرطة عجوادي محمد رئيسا لديوان المدير العام مراقب الشرطة طهر سعيداني مديرا للاستعلامات العامة مراقب الشرطة محند سعيد سيم حند مديرا للموارد البشرية مراقب العام للشرطة داود محند شريف مديرا للأمن العمومي مراقب الشرطة عبدالحق بوراوي مديرا للشرطة العامة مراقب الشرطة مخلوف صالح مديرا للشرطة الحدود عميد أول للشرطة من خليفة عز الدين مديرا للإدارة العامة أي أنهم اطاحوا بثمانية من كبار الرؤوس في الشرطة في المديرية العامة للشرطة ولماذا؟ باختصار بسيط هذا برهان ودليل واضح عن الفشل العارم اللي قامت به الشرطة الحقيقة ليس شرطة برك رغم ثانية قاموا بالإيطاحة ببعض المسؤولين في المخابرات لكن معلنوهمش بلك في خلال يومين ثلاثة سن الأسماء فيها أيضا عقداء ورواد وتعموا خابرات حتى فيه جنرال كبير على أبواب أن يمسحوا به الأرض هذا يدمس جنوش نزل معلنوش عليها لكن لماذا هذا قاموا به؟ لأن عملية قتل جمال بن سماعين شهيد بإذن الله عملية قتل جمال بتلك الطريقة بتلك البشاعة هي عملية فشل عارم للخذين خططوا لها وأمروا بتنفيذها والذين خططوا لها وأمروا بتنفيذها هما فريق من المخابرات ومعهم فريق من الشرطة طبعا هذون اللي نحاوهم مو مش كلهم كانوا كانوا في الموضوع اللي كانوا في الموضوع تقريبا هم مسؤول تعلييرجي ومدير الديوان ومسؤول آخر لكن لماذا يوطحون بثماني؟ تجيهم فرصة تجي فرصة باش يلي كيديوا خاصة اللي شاكين فيهم باللي تعينوا من وقت القايد الصالح لأن الجنح تعلق القايد الصالح يتم طحنوا بشكل كل يوم أكثر مما كان هذا دليل آخر على أن عملية بن سماعين رحمه الله وتقبله عنده كانت مخططة من طرفهم وأنها فشلت فشل ذريع وأنها بدل ما أن كانت ستؤدي إلى إشعال معركة وربما فتنة وربما مشعل حرب بين الجزائريين فإذا بها تنقلب عليهم خاصة أن خوتنا المفاتيش كونان كان في كل مكان جزائريين مفاتيش كونان كانوا في كل مكان مئات من الفيديوهات نشرت وجاءوا الناس وشافوا حقوا قارنوا ما خلوا لهم إلى درجة نخرج بشاقور بعد أن تعال بولي جي دي سير كما يسموه شرطة القضائية يشكر في الجزائريين اللي نشروا الفيديوهات قبلها بيومين كان تبون يلعن في الفيسبوك ويلعن في اللي يحطوه في الفيديوهات كالعادة واحد يقول الشرق واحد يقول الغرم لكي تعرف الفوضى العارمة اللي في هذا الفلاد إذن دليل آخر في اليومين القادمين على الأرجح مش رح ين يعلنوا تعضبات المخابرات اللي أطاحوا بيهم ربما ربما يعلنوا على الجنار الكبير اللي أطاحوا به ربما فاقتنموها فرصة باش يزيدوا لكيدوا لكن هذا دليل يثبت أنهم فشلوا فشل دريع في عملية قتل جمال اللي كانوا يراد به أن تكون فيه فتنة وأن تشعل فإذا بالأمور تنقلب ولعب نوردين أب جمال نوردين بن اسماعيل لعب دور حاسم في ذلك بالمناسبة لو كراه يسمع فيها أيضا المساعد يبعث لي المقطع اللي يتكلم فيه مع قنوات العار وين يتهم مباشرة الأجهزة الأمنية أو على الأقل لأنهم محموش بنو لكن ما فوتوش لكني عاودي يبعثولي لأنه ببالك ما وريت ولكمش هنا في اللايف من قبل اللي يسمع فيها المساعد فهذا دليل آخر على ذلك رح نرجع لهذا الموضوع مع بعض طفرسيل فيما بعد في اليومين القادمين خاصة أسماء الضباط الكبار لتمتردهم من المخابرات ترجمة نانسي قنقر